هذه الحافلة السياحية ذاتية القيادة جابت عددا من الشوارع الهادئة في سنغافورة في رحلة تجربية هي الأولى ضمن عدة رحلات تنظمها الشركة المصنعة في منطقة سنتوسا السياحية الساحلية هذا الأسبوع وفي اليوم الأول للرحلات التجربية للحافلة ذاتية القيادة زودت الشركة الحافلة بعدد من المضيفين يمثل عدد الركاب تقريبا بهدف التأكد من ربط أحزمة الأمان بإحكام خلال رحلة الحافلة وفي الوقت نفسه جلس سائق الأمان خلف عجلة القيادة التي تدور حول نفسها وهو في وضع الاستعداد لاستعادة السيطرة على الحافلة في حالة تعرضها لحادث وقال محمد فايز أحد سائق الأمان بالحافلة إن مهمته هي مراقبة حركة المرور أثناء رحلة الحافلة وحمايتها من أي أخطار خاصة أن بعض سائق المركبات الأخرى قد يخرقون القواعد المرورية مما يحتم عليه اتخاذ إجراءات احتياطية إضافية ويؤكد تان نايكوان كبير المهندسين بشركة انجينيرينج لاند سيستمز أن عنصر الأمان في الحافلة ذاتية القيادة يحظى بأهمية قصوى في مرحلة الاختبار أما السائحون القليلون الذين امتلكوا الشجاعة وأقبلوا على ركوب الحافلة ذاتية القيادة فقد أبدوا سعادتهم بالفكرة حيث قال أحدهم إن تجربة لطيفة مشيرا إلى أن الحافلة تشبه الحافلات العادية وتراقب السلطات في سنغافور عن كثب تضويق نظام تسيير الحافلات ذاتية القيادة حيث تتسابق شركات التكنولوجيا وشركات صناعة السيارات فيما بينها على تصميم سيارات ذاتية القيادة وتطوير خطط جديدة لما يتوقع أن يكون تغييرا جذريا طويل المدى في قطاع السيارات ترجمة نانسي قنقر